بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر والمبيح للفطر ما خيف من الصوم زيادته أو إبطاء برئه فأما ما لا أثر للصوم فيه كوجع الضرس والأصبع ونحوه فلا يبيح الفطر لأنه لا ضرر عليه في الصوم نعم الحمد لله رب العالمين الثالث ممن يباح له تأخيره والقضاء بعد ذلك المريض له الفطر وهذا من رحمة الله أجمعنا وتعالى الشريعة شريعة اليسر وما جعل عليكم في الدين من حرج والمشقة تجري بالتيسير وإذا ضاق الأمر اتسع رواعد عظيمة في الشريعة لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر هذا يسميه العلماء المقتضي المقتضي الذي يقتضيه السياق لأن قوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر ما معنى فمن كان منكم مريضا أو على سفر لابد أن في السياق كلام مقدر فعدة من أيام أخر يعني فأفطر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة أي فأفطر فعدة لأنه لا شك أن المريض ليس بمجرد المرض عليه عدة وليس بمجرد السفر عليه عدة أليس كذلك إنسان قد يسافر ويصوم قد يكون مريضا ويستطيع الصوم إذن المعنى فأفطر فمن كان مثل قوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان رفع عن أمة الخطأ والنسيان واقع الخطأ والنسيان لكن رفع أي رفع حكم الخطأ والنسيان وهذا من أساليب العربية العالية الرفيعة في اختصار الكلام ولهذا إذا دل السياق على الكلام فلا حاجة إليه والعرب من طبيعتها تحب الاختصار يقول مالك رحمه الله وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما تقول مثلا تسأل إنسان من عندك سيقول زيد ما لحاجة يقول عندي زيد اختصار مثلا أين ذهبت أين سفرت إلى مكة يعني أنت تأتي بما يفيد اختصار من جهة اللفظ وزيادة من جهة المعنى من جهة المعنى وهذه هي البلاغة هذه هي البلاغة فلهذا قال سبحانه فمن كان منكم مريضا أو على شفر أي فأفطر فعدة من أيام أخر لكن لكن ليس كل صوم ليس كل مرض يبيح الفطر ولهذا المصنف رحمه الله ذكر المرض دون السفر المرض القصر أنا ما أجد مشقة أنا إذا سفرت أجد من الراحة أكثر من الحضر أنا في الحضر عندي عمل كثير وطويل وشاق إذا سفرت أجد متعة وراحة هل أتم؟ نقول لا لا تتم علة القصر السفر فهو معلق بالعلة لا بالحكمة المرض الفطر في المرض معلق بالحكمة لا بالعلة معلق بالحكمة لا بالعلة والغالب في أحكام الشرع تعليقها بعللها لا بحكمها هذا الغالب والعلة هي أمر ظاهر منضبط لا يتغير العلل أمر ظاهر منضبط الحكم لا قد تخفى قد تظهر قد تنتشر ولهذا لم يعلق الشرع الأحكام بحكمها إلا نادرا إلا إذا ظهرت الحكمة إذا ظهرت الحكمة علق الحكم بحكمته إذا لم تظهر الحكمة علق الحكم بعلته المصنف رحمه الله قال الله سبحانه قال فمن كان منكم مريضا أطلق والمصنف يقول رحمه الله والمبيح للفطر إذن ليس المبيح للفطر أي مرض إنسان جاء أصابه جرح يسير في أصبعه خدشه الباب أو الجدار جرح يسير قال أنا سوف أفطر قال مريض هذا فيه لسوق فيه لسوق يفطر ما يفطر هو نوع مرض هو نوع مرض هو نوع لكن نقول الفطر في المرض معلق بحكمته وهو المشقة لماذا إذ لا يخلو إنسان في الغالب من مثل هذا لو قلنا إنه يفطر لكان في الغالب كل إنسان يفطر لا يسلم من خدشة من سقطة من كذا من شوكه يشاكها يجعل يعالجه هذا مع أن بعض يروع عن بعض السلف أنهم قالوا يباح الفطر لكل مرض لكن هذا خلاف ما علم من كلام السلف وخلاف المعنى والله أعلم ولهذا النبي عليه الصلاة قال صلي قائم فإن لم تستطع فقاعد الصلاة إنسان قد يكون مريض فلا يصلي جالساً بمجرد المرض لا إذا ما استطاع ما معنى ما استطاع شق عليه ما معنى ما استطاع أنه لا أنه ما يستطيع عبد لا المقصول ما استطاع شق عليه إذ قد يكون الإنسان مثلاً فيه مرض يؤلمه ظهره مثلاً أو في ركبته قد يتحامل ويقوم يقوم لكن مع مشقة نقول لا يلزمك ولهذا قال فإن لم تستطع شقة عليك كما في رؤية الدار قطني وكما فسره فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما خدش شقه صلى جادساً مع أن خدش الشق لو تحامل النبي عليه الصلاة والسلام لو تحامل لقام لكن مع مشقة ومع ذلك صلى جادساً عليه الصلاة والسلام فالشان أن قوله ما خيف من الصوم زيادته أو إبطاء بضرؤه إنسان مثلاً قد يكون فيه مرض يستطيع مع الصوم لكن يقول الصوم يزيده الصوم يؤخر البر يؤخر البر نقول لا تصوم أو لا تصوم فأما ما لا أثر للصوم فيه كوجع الظرس يعني ألم يسير مثلاً قد يكون وجع الظرس يفتر به يمكن لكن الشيء يسير والأصبع الأصبع فيه عاش اللغات إصبع أصبع أصبوع أصبع 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 والأصبع ونحوه فلا يبيح الفطرة لا يبيح الفطرة مثل التيمم فلم تجدوا ماء فتيمموا إنسان أصابه صداع يسير وسوف أتيمم نقول تتضرر من الوضوء قال لا قل لا لا إنما تتيمم إذا كان عليك ضرر وإلجمك الوضوء يلجمك الوضوء لأنه لا ضرر عليه الصوم والنبي عليه سيقول لا ضرر ولا ضرر فإذا انتفى الضرر في هذه الحالة وجب عليه إذ لا ضرر عليه صوم نعم قال رحمة الله ومن أصبح صائما فمرض في النهار فله الفطر لأن الضرر موجود والصوم نعم نعم كذلك لو أن إنسان أصبح صائم لماذا نرص على هذه المسألة لأنه نوى الصوم وأصبح صائم في النهار مرض له الفطر لماذا لأنه وجد السبب والسبب يترتب عليه المسبب السبب الشرعي الأسباب الحسية يترتب عليها المسببات السبب الشرعي يترتب عليه مسببه وهو الفطر لأنه أصبح قال فمن كان يكون مريضا فأطلق الإنسان من معنى مريضا يعني إنه مريض قبل الفجر فلم ينصوم لا مريض وقول مريض مطلق قد يكون مرضه قبل أن يصوم قبل الفجر ويستمر مرضه قد يكون صحيحا فيمرض من وسط النهار فهم مريض داخل في عموم الآية لفظا ومعنا وأيضا داخل في الحكم من جهة السبب فيترتب عليه مسببه وهو الفطر مثله على الصحيح ولعله يأتي إن شاء الله السفر وإن كان هذا في خلاف لو أنه أصبح صائما فسافر من وسط النهار جاز له الفطر جاز له وإن كان فيه خلاف كمن أحرم بصلاة الظهر ثم مشى ثم مشى مثل لو إنسان مثلا في المطار في البلد وإذن صلاة الظهر وأحرم بصلاة الظهر في الطائرة ثم أقلعات الطائرة فجاوز الأجواء جاوز الأجواء فأحرم بها وفي البلد فعليه الإتمام نعم قال رحمه الله والصحيح إذا خاف على نفسه لشدة عطش أو جوع أو شبق يخاف أن تنشق أنثياه ونحو ذلك فله الفطر ويقضي لأنه خائف على نفسه أشبه المريض نعم لما فرغ من الصحيح يقول عندنا إنسان صحيح ليس بمريض يجوج له الفطر هذا من رحمة الشريعة هذا صحيح ليس بمريض يفطر لكن متى يفطر إذا خاف على نفسه إذا خاف على نفسه لشدة عطش أو جوع لأن هذا ضرر عظيم إذا كان لمرضه يفطر مع أنه ليس ضررا شديدا لكن خفف في حقي ويسر وهنا يترتب قد يترتب عليه فوات نفسه وهلاك نفسه والله أسمع أن يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك أسمع أن لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فإذا خاف على نفسه لشدة عطش وليس مريضا في هذه الحالة له أن يفطر أو شدة جوع مثلا كذلك ولهذا حلت الميتة للمضطر ويأخذ منها بقدر ما يدفع الضرر أو شبق وهو قوة اشتياق إلى الجماع وهذا يعني نوع مرض في الحقيقة قد يقع أنه يذكرونه أنه ربما من شدة شبقه أنه قد تنشق ثياه فقالوا له الفطر ولو وقع الجماع فإنه لا كفارة عليه ويقضي لأنه أشبه المريض أشبه المريض وتكون زوجته بذلك معذورة أيضا إلا إذا أمكن أن يزيل ذلك بغير الجماع فيجب عليه ذلك ولأنه خائف على نفسه والخوف ومثل هذا الخوف يشرع دفعه ويسقط بالخوف أمور أعظم من الصوم لو أن إنسان مثلا خاف إذا قام يصلي أن يراه العدو إنسان في مكان ليس آمن يقول لو قمت رآني العدو أو سبع فقتلني لازم أن يصلي جالسا يسقط عنه القيام بأنه لو فعله في حال اختيار نبطلت صناته لماذا لأجل الخوف على نفسه فهو في الحقيقة أبلغ من المريض ويقول أشبه المريض صحيح من جهة المعنى في الرخصة لكن من جهة من جهة أنه أولى بالحكم يكون من باب قياس الأولى إن إذا جاز للمريض الذي لا يفضي إلى الضرر البالغ فما يفضي إلى الضرر البالغ هو أولى فقياسه من باب الأولى ومن باب التنبيه على ما هو أعظم قال رحمه الله ومن فاته الصوم لإغماء فعليه القضاء لأنه لا يزيل التكليف ويجوز على الأنبياء عليهم السلام ولا تثبت الولاية على صاحبه فهو كالمرض فهو كالمريض فهو كالمريض نعم يقول تقدم الإشارة إلى شيء من هذا ومن فاته الصوم لإغماء جفاته الصوم متى افوت الصوم إذا أغمي عليه قبل الفجر ومتى أفاق بعد غروب الشمس هذا فاته لكن لو أنه استيقظ أو أفاق في أي جزء من النهار قبل غروب الشمس ولو بلحظة صومه صحيح لماذا لأن الله عز وجل يقول ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي تركه متى يتحقق الترك بالإفاقة بدون الإفاقة لا يتحقق الترك لماذا لأنه لا نية له في جميع النهار هذا قول جماهير العلماء لأئمة الأربعة وسبق أن هناك قول قوي اختاره ابن قاضي الجبر رحمه الله صاحب الفائق والمزني صاحب الشافع رحمه الله أنه إذا نوى قبل الفجر ولم يستفق إلا بعد الفجر فإن صومه صحيح ويقابله يعني أحيانا أقوال تتقابل هي فيها سعة لكن أحيانا يكون القول بعض القولين له وجه من نظر والقول الثاني لا وجه له أبو سعيد الاستخري من الشافعية يقول من نام قبل الفجر ولم يستيقظ إلا بعد غرب الشمس فلا يصح صومه يقول هو كالمغم عليه لكن هذا قول من شاذ وقياس لا يصح وغير مطابق لأن النائم إذا نبها تنبه إذا نبها تنبه ليس كالمغم عليه المغم عليه اختري فيه لكن جماهير علماء قالوا إنه كالمر كالمرير ولذا جاز على الأنبياء فلا يكون كالجنون فيسقط عنه فيقال أنه في هذه الحالة غير مكلف بعض العلم يقول هو غير مكلف قول آخر من أغمي عليه إما أن يقع صوم الصحيح أو لا صوم عليه إن قيل صوم الصحيح لأنه نوى قبل الفجر واستيقظ بعد غروب الشمس ومن أهل علم قال لا صوم عليه لأن مناط التكليف العقل وعقله مغلوب ليس مسلوب ليس مسلوب العقل كالمجنون إنما هو مغلوب عليه من جهة الإغماء لكن قول الجمهور أحوط في هذه المسألة خصوصاً إذا كان مثل يوم أو يومين نحو ذلك مما لا مشقة في قضائه إذا أغمي عليه جميع اليوم نعم قال رحمه الله ومن أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه لأن الصوم الإمساك ولا ينسب ذلك إليه وإن أفاق جزءاً من النهار صح صومه لوجود الإمساك فيه نعم هذا مثل ما تقدم قالوا لأن الصوم إمساك وهذا لم يمسك هذا لم يمسك فلا يحصل إمساك إلا بأن يستيقظ من النهار ولو في جزء منه ولو في جزء منه فيحصل بذلك نية الإمساك نعم قال رحمه الله وإن نام جميع النهار صح صومه لأن النائم هذا محل اتفاق إلا شدود كما تقدم نعم لأن النائم في حكم المنتبه لكونه ينتبه إذا نبه ويجد الألم في حال نومه الرابع السفر الطويل المباح يبيح الفطر للآية ولا يباح الفطر بغيره لما ذكرنا في القصر نعم السفر الطويل المباح قيداني السفر الطويل يخرج القصير وهذه المسألة فيها خلاف طويل الجمهور يقول لا بد من سفر طويل ما هو السفر الطويل قيل يوماني قاصدان وقيل ثلاثة أيام وقيل غير ذلك أقوال كثيرة وقيل السفر هو ما يعرف بالعرف وقيل من حمل الزاد والمزاد أقوال كثيرة في هذه المسألة ولهذا طرب الجمهور فيه الذين قالوا إنه يكون طويل ما هو الطويل قالوا بمقدار ثمانية وأربعين ميلا هاشميا أربعة برد والبريد إثنى عشر ميل يعني ثمانية وأربعين ميل بريد أربعة فراشخ والفراشخ ثلاثة أميال ثمانية وأربعون ميل هاشمي لسيري المعتاد يعني الذي يسير في النهار بالإبل يعني قدروه بسير الإبل ويقولون يوماني قاصدان يسير في النهار مع الراحة في نزوله في وسط النهار لطعام حدالك و في الليل النو في الليل وقيل وقيل ثلاثة أيام وهو مذهب الأحناف وسدلوا بأنه عليه الصلاة والسلام جعل المسافر يمسح ثلاثة أيام والجمهور قالوا بقول ابن عمر ابن عباس ما بين مكة إلى عسفان يعني نحو من ثمانين كيلو أو واحد ثمانين أو تزيد ثلاثة ثمانين أو تنقص لأن الصحيح أنه تقريبي فلو نقص إلى سبعين خمس سبعين عندهم لا بأس وبعضهم قال لو نقص إلى قريب الثلث فليس فيه حد فليس وهذا الطراب هذا القول ما يدل على ضعفه إذ من البعيد أن تحدد مسافة القصر بالأمتار والكيلو نحو ذلك إذ هذا لا يعرفه إلا أهل المساحة ومعرفة الحساب ولهذا طال الكلام فيها وقل يعني أو كثير من أقوال لم تحقق في هذا ولهذا من اتبع قولا من أقوال أو قلد قولا من أقوال فلا حرج عليه لش كثرة الخلاف في هذه المسألة لكن لا شك أن البروز اليسير الخروج اليسير إنسان يخرج مثلا من بلده لنزه مثلا قريب من البلد ما يقال مسافر النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج إلى العوالي كان يذهب كل سبت راكبا وماشا عليه الصلاة والسلام وصل في قبا وأصحابه كانوا يخرجون وربما خرجوا قبل المناصع ولهذا أطلق بعضهم قال السفر دون تحديد سفر قصير أو طويل المباح اسمعنا المباح ألا يكون السفر محرما يعني نفس السفر ما يكون محرم ليس ركوب المعصية في السفر لا أن يكون السفر سفر معصية إنسان سافر يبيع في المخدر تاجر المخدرات عيانا بالله يبيع تاجر في الخمر سافر لقطع الطريق سافر لأمور معاصي مثلا سفره هذا سفر معصي لكن إنسان سفره سفر مباح لكنه يعصي فيه يشرب فيه الدخان يقع في معاصي من الغيبة والنعم هذا بلا خلاف يقصر فيه إنما قالوا سفروا المعصية هذا قول الجمهور والصحيح قول الأحناف أنه يجوز بل يشرع القصر في جميع الأسفر سواء كان سفر معصية أو سفر طاعة أو سفرا مباحا لإطلاق السفر بل صاحب سفر المعصية أولى بالترخص لا من باب التسهيل والتغفل لكن من باب أن الترخص زيادة في الحسنات فقد يكون زيادة في حسناته وربما يكون شببا في ارتداعه وارعوائه عما هو فيه نعن نقف على هذا نقبل إن شاء الله في ترسناته والله أعلم صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر